اشتركوا في القناة ان شاء الله هاي الدوسية اللي رايحين نشتغل عليها بالنسبة للتأسيس يا أستاذ أول إشي أستاذي رايحين نبلش فيه اللي هو الإشارات الإشارات أستاذي موضوحها جدا مهم قبل ما نبلشها لازم أحكي لكم موضوع أنه ليش إحنا يستاذي نبلش في الإشارات أستاذي هسا لنفرض أنه أنت عندك عمارة العمارة بتبلش بناءها من الطابق الخامس أكيد لا بتبلش من الأساس من تحت فبالتالي أنا يا أستاذ عندي عندي يا أستاذ فيه عندي ثلاث مراحل المرحلة الأولى هاي وفيه عندي المرحلة الثانية وفيه عندي المرحلة الثالثة التوجيه يا أستاذ كامل منحصر في المرحلة واحدة فقط لا غير غير ذلك يا أستاذ إشي ثاني إشي ثاني عندك المرحلة اللي هون يا أستاذ اللي هي مرحلة المعالجة هاي المرحلة بيكون فيها خطوات التحليل فرق بين مربعين تحليل عبارة تربيعية فرق ومجموع بين مكعبين هان بيكون موجود هذا الحكي كامل أما بالنسبة لها يا أستاذي اللي بتيجي أول إشي هاي عبارة عن الجمع والطرح والضرب والقسمة هدول الأربعة جدا جدا مهمات يا أستاذ لازم نعرف نتعامل معهم نسمي بسم الله أستاذي ونبلش أول إشي عنا اللي هو في الجمع والطرح الجمع والطرح أستاذ موضوع بسيط في عندي أنا أول إشي قاعدتين القاعدة الأولى اللي هي بتحكيلي إذا كانت الإشارتين متشابهتين اللهم صل على سيدنا محمد الإشارتين أستاذ شمالهم دم يكونوا متشابهات يا أستاذي متشابهات كيف يعني متشابهات لما آجي أحكي لك خمسة زائد خمسة نلاحظ أستاذ دائما أنه إشارة الرقم وين بتكون اللهم صل على سيدنا محمد إشارة الرقم بتكون قدامه هون يا أستاذ تمام فإذا أنا لو أطلع على إشارة الخمسة ما في إشارة ما في إشارة يعني موجب بينما الخمسة اللي هون لو أطلع عليها قدامها موجب نلاحظ أنه الإشارتين ما لهم متشابهات فبالتالي أنا هون يا أستاذ بدي أضع نفس الإشارة هاي يا أستاذ ضع نفس الإشارة ثم إجمع دائما حتى لو كان في عندي سالب تمام فبالتالي أنا هون بحط موجب وبحط إيش عشرة طبعا أنت بالنسبة لك خمسة زائد خمسة عشرة أمورك مية بالمية معروف هذا الحكي بينما لو جيت حكيت لك هون أنا سالب ثلاث ناقص اثنين شو تساوي هون انت يا أستاذ بجوز ترتبك تتلبك طب ليش شو بدي أسوي أنا امشي عالقاعدة امشي عايش عالقاعدة لا تجتهد من عندك أستاذي لأنه انت فترة عدم اجتهاد بدي تتلقى المعلومة وتطبق زي ما هي عرفت علي يا أستاذي؟ طبعا بفكر مش حفظ عرفت علي؟ فبالتالي أنا هون لو ألاحظ يا أستاذي أنه أنا في عندي هون إشارة الثلاث شو هي؟ عبارة عن إيش؟ عن سالب إشارة الثنين عبارة عن إيش؟ عن سالب بحط السالب نفسها يا أستاذ تمام؟ نفس السالب أنا بحطها وبعدين باجي إيش بسوي؟ بجمع إيش بسوي؟ دايما بجمع فبالتالي أنا بتطلع عندي ثلاثة زائد ثنين وتساوي خمسة طب أستاذ نفهمها كيف يعني نفهمها؟ يا سيد العزيز لو أنت الديانت من شخص دينارين عليك دين دينارين ورجعت الديانت منه أكمن دينار ثلاثة دنانير قدش صف عليك دين؟ صف عليك دينارين من أول وثلاثة دنانير كمان زيادة فصف عليك أنت قديش؟ خمس دنانير فبتلاحظ أنك قاعد بالزيد دين خمس دنانير طبعا الدين يمثل إشارة مين؟ السالب لأنه إشي عليك مش إلك تمام أستاذي؟ هذا بالنسبة للقاعد الأولى في الجمع والطرح إذا كانت الإشارة متشابهة بضع نفس الإشارة وبجمع فقط لا غير أستاذي تمام؟ يلا نيجي على الإشي اللي بعده يا أستاذ اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو كالتالي اللي هو بيحكي لك أستاذي إذا كانت يا أستاذي الإشارتين ما لهم إشارتين مختلفات شو بدي أعمل؟ اللي بدي أعمله كالتالي يعني أجاني أول إشي سالب خمسة زائد اثنين وتساوي إيش بتسوي أنا يا أستاذي؟ أول إيش بدي أسويه كالتالي بدي أجي أتطلع إشارتين ما لهم مختلفات كيف عرفت؟ دائما بعرف إنه إشارة الرقم عيمينه فأنا باجي بتطلع إشارة الخمسة هي عبارة عن السالب إشارة اثنين هي عبارة عن إيش؟ عن الموجب فأنا اكتشفت هون إنه السالب والموجب إشياء مختلفة فإيش بدي أسوي أنا هون يا أستاذ؟ ضع إشارة الرقم إيش ماله؟ الأكبر وهي حطولي تحت خطين الأكبر من غير إشارة عرفت لي كيف؟ يعني أنا ما بتطلع إشارته بس بتطلع رقم من غير إشارته فأنا عندي الخمسة والثنين أنه أكبر؟ الخمسة فبالتالي بحط إشارتها شو إشارتها؟ سالب بعدين إيش باجي بسوي؟ الأكبر ناقص الأصغر أنه الأكبر؟ الخمسة ناقص الأصغر اللي هي الثنين وتساوي ثلاث وبحط الثلاثة فوق بشكل طبيعي جداً هذا هو عندي الجواب إنه هاي تمام أستاذي؟ نأخذ كمان مثال صغير على الموضوع حض لو جيت حكيت لك أنا اللهم صل على سيدنا محمد لو جيت أنا حكيت كالتالي اللهم صل على سيدنا محمد حكيت سبعة ناقص اللهم صل على سيدنا محمد ثلاثة وتساوي حس أنا لو جيت حكيت لك هون سبعة ناقص ثلاث إنت شو بدك تجي تسوي؟ بدك تجي بتحكي بشكل طبيعي أربع عادي تقليد الموضوع بس لو جيت أنا استخدمت القاعدة اللي موجودة عندي هون لو جيت أنا استخدمتها هل لو حيطلع نفس الإشي؟ خلينا نجرب يا أستاذ فمثلاً أنا عندي نفس الإشي هون السبعة شو إشارتها؟ فيش إشارة؟ يعني موجب الثلاثة شو إشارتها؟ سالب عندي واحدة موجب وعندي واحدة سالب فبالتالي أنا شو بدي أسوي يا أستاذ؟ إشارتين مختلفات تمام يعني شو المقصود يا أستاذ؟ نأخذ إشارة الرقم الأكبر زي ما إحنا متعودين عنو أكبر السبعة ولا الثلاث؟ والله أنا شايف إنو السبعة أكبر شو إشارتها؟ فيش إشارة؟ يعني موجب فبالتالي أنا بحط هنا موجب بعدين بنقص الكبير من الصغير عنو الكبير سبعة ناقص الصغير اللي هو ثلاث اللي هي شي تساوي أربعة بشكل طبيعي جداً طلع الجواب موجب أربعة ولما يكون في عندي موجب جنب الرقم وشلته ما في عندي مشكلة فإذا أصلاً من البداية إحنا عارفين إنو سبعة ناقص ثلاث تساوي أربعة وطلعت معي صح مية بالمية أثناء إن اطبقت القاعدة وصدتكم المعلومة يا أستاذي موضوع جداً بسيط جداً سهل بس بدو منك شوي التركيز هالأشياء هاي كلها مهمة لأنو يا أستاذي حرام أنت تروح تحل سؤال توجيهي كامل وآخر إشي تغلط في سالب وموجب تمام؟ موضوع التوجيهي جداً بسيط وجداً سهل وتكتشف هذا لقدام إنك راح تتعامل معه بكل سلاسة وبكل برودة أعصاب بينما إنك آخر إش سؤال تيجي تغلط في موجب وسالب هون لمصير دير بالك بتطب الحالك وبروح عليك الامتحان كامل والله إنه نلاحظ إنه آخر سنين سنتين إلى 2003 وال2002 كان فيه يضع دائرة نسبة أكبر في الامتحان من الأسئلة المقالية فبالتالي أنا صار يهمني الجواب النهائي فإذا خربطت في إشارة خربطت في سالب في موجب فأنا هون راح السؤال يا أستاذ فحرام نضيق كل تعبنا عشان إشارة سالبة وموجبة وفكرة سهلة زي هاي تمام أستاذ؟ فهيك أستاذ بالنسبة إلنا خلص الجمع والطرح ما فيه أي إشي صعب بإذن الله عندي هون مجموعة من المسائل يا أستاذ على الجمع والطرح أنا راح أحل أول ثلاث تقريباً اللهم صلى على سيدنا محمد راح أحل أول ثلاث أما هذول يا أستاذي شو بيظلوا؟ عبارة عن واجب فقط لا غير يا أستاذ هذول إيش ما لهم؟ واجب يا أستاذي طيب هسا بالنسبة للأولى نيجي نطلع عليها كيف بدنا نحلها إحنا أول إشي بدي أجي أطلع إشارة الخمسة هي عبارة عن إيش؟ عن سالب إشارة الثلاثة عبارة عن إيش؟ عن موجب إشارتين مختلفات نضع إشارة الرقم الأكبر إيش الأكبر؟ الخمسة شو إشارتها؟ سالب هاي حطيت سالب بعدين الكبير ناقص الصغير إش الكبير؟ خمسة ناقص ثلاثة قديش الجواب؟ اثنين فإذن هاذ هو فقط الجواب النهائي يا أستاذي نيجي هون سبعة ناقص أربعة أستاذي طبيعي الوضع هون إنت لو جيت تفكر أصلا إنت هاي عندي سبعة لنعدهم هاي سبعة وشلت منهم أربعة قديش ضل عندي؟ ثلاث إنت موضوع طبيعي وسهل من غير ما أستخدم قاعدة تمام؟ استخدمت إيدي عادي جدا ما في أي عيب ما في أي مشكلة تمام أستاذي؟ لو بتحبيت تستخدم القاعدة برضو أمورك مية بالمية هون هاي ثلاثة أستاذي جيت هون حكيت 12 ناقص 15 جيت بدي أنا هاي 12 فش عندي أصابع حددهم 12 أنا جيت أنا ع 12 جيت أستخدم ما 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 وصلتش منه 12 فش فيها 15 عشان ناقص منها كيف بدي أشتغل؟ هاي دي هالقاعدة أستاذي شو إشارة 12؟ هاي فش إشارة يعني موجب شو إشارة 15؟ سالب إشارتين مختلفات صح ولا لا؟ نأخذ إشارة الرقم الأكبر أنه أكبر الـ 15 ولا الـ 12؟ الـ 15 شو إشارتها؟ سالب هاي حطيت أنا هون عندي إيش؟ سالب موضوع جدا بسيط وجدا سهل بعدين الكبير اللي هو 15 ناقص الصغير اللي هو 12 15 ناقص 12 ثلاث فهي الجواب طالع عندي أنا قديش يا أستاذ؟ ثلاثة بكل سلولة وسلاسة وبساطة فقط أنا استخدمت القواعد ما سويت أي إشي جديد تمام أستاذي؟ هذول اللي هون حكينا عنهم واجب بإذن الله هذا يا أستاذي بالنسبة للجمع والطرح طيب ننتقل على الضرب القسمة شو الضرب القسمة يا أستاذ؟ دائما كانوا يخوفون منه وموجب في سالب سالب وسالب في موجب سالب وموجب في موجب موجب قواعد، قواعد هالقد تلاقي طول القواعدة على الضرب لا أستاذي ما بدنا هذا الحق كله هيته قاعدة واحدة هي فيش غيرها اللي هي يا أستاذي بتحكي لك التالي إذا كان في عندك سالب واحد أو عدد فردي من السوالب فالجواب سالب شو يعني؟ طب وغير هيك يا أستاذ دائما موجب شو اللي بتحكي قاعد انت؟ الموضوع كالتالي لو جيت حكيت لك أنا سالب 2 ضرب 3 قداش الجواب يا أستاذ؟ أنت تطلعت أكمل سالب هسا؟ أنا هون باجي أول إشي بدي الإشارة بدي أعرفها كيف بدي أعرفها؟ باجي بحكي أكمل سالب فيه في المسألة؟ واحد فأكيد الجواب بدي يكون سالب خلص عطول 2 في 3، 6، خلص معاي الموطور طيب جيت أنا هون حكيت سالب 2 ضرب سالب 3 شو الجواب؟ طلعت أنا أكمل سالب فيه عندي؟ ثنتين أنا دائما بعرف إذا كان فيه عندي سالب واحدة أو عدد فردي شو العداد الفردية؟ العدد الفردية اللي هي اللهم صلى على شيدنا محمد خلينا أحطها هاي عدد فردي اللي هم يا أستاذي واحد ثلاث خمسة سبعة تسعة ما بيهمنيش طبعا لا هاي ولا هاي ما بهمونيش ولا حتى الخمسة بتهمني الواحد والثلاث ممكن أكثر إشي تكرروا كأشرة تمام أستاذي؟ هل التالي أنا عندي هون إذا كان فيه عندي عدد فردي من السوالب زي ما حكينا اللي هم يا واحد يا ثلاث سوالب فقط بحط سالب غير هيك دائما الجواب موجب طبعا عندي سالبين أحا شو أسوي؟ سالبين يعني يا أستاذي عالطول جوابك موجب ليش طبعا يا أستاذ؟ لأنه ثنين مش عدد فردي ثنين عدد زوجي تمام؟ ملخص الحكي اللي حكيته آخر إشي إنه إذا أجت عندك سالب واحدة أو أجع عندك ثلاث سوالب في السؤال جدك تضرب إنت لقيت إنه في ثلاث سوالب عندك أو سالب واحدة حط الجواب سالب غير هيك شو بدك تحط الجواب دائما موجب هذا ملخص الإشي اللي أنا حكيته بغض النظر عن فردي وزوجي والقصص هاي تمام أستاذي؟ طيب نيجي هون خلينا نشوف بعض المسائل على الموضوحات طبعا الحكي هذا بنطبق بشكل طبيعي على اللهم صلى على سيدنا محمد على القسمة تمام يا أستاذ؟ طيب خلينا نشوف هسا هون شو بدي أسوي أنا في عندي مسائل على الضرب والقسمة كيف بدي أشتغل؟ أول إشي يا أستاذ زيت اطلعت أنا بدي أحيل طبعا أنا أول خلينا نحكي بدي أحيل هاي وبدي أحيل بس هاي وهاي وبدي أحيل أول ثنتين وبضل عندكم اللي بالأزرق هدول واجب أستاذ هادي اللي هون واجب وهادي واجب وهادي واجب وهادي واجب تمام أستاذ؟ هاي الأزرق واجب تمام يا أستاذ؟ يلا خلينا نشوف هسا يا أستاذي اللهم صلى على سيدنا محمد نغير اللون إيش نستخدم يا أخوان؟ هاي اللون البنفتح لهوه يا طيب نيجي هون يا أستاذي أول إشي بدينا نسويه اللي هو كالتالي بجب أتطلع أكم من سالب فيه عندي هون يا أستاذ؟ نلاحظ أنه أنا نفس المبدأ إشارة الرقم قدامه شو إشارة الثلاث؟ اللي هي سالبة هين إشارة الثنين في الشي إشارة؟ يعني موجب تجيش تحكي لي إشارة الثنين ضرب؟ بمعها تشارك رسمي قالت لي كيف؟ لأن الإشارات فقط موجب وسالب ما ليش خصف الضرب؟ تمام أستاذ؟ طيب فأنا جيت هون أطلعت إشارة الثلاث هي عبارة عن إيش؟ عن سالب إشارة الثنين موجب أكم من سالب فيه عندي؟ سالب واحدة بحطها زي ما هي ثلاثة باثنين ستة يخرف عليك هون أكم من سالب عندي ثنتين خلص بما أنه في عندي ثنتين معناته الجواب موجب خلص عطول وفي قاعدة بتعرفوها أنه سالب في سالب موجب بتكتش تخدموها بتكون تشتخدموا أنه عندي هون ستنتين سالب يعني موجب أربع سالب يعني موجب البس ما تكون سالب أن يكون في عندي سالب واحدة أو ثلاثة سوال تمام أستاذي؟ فبالتالي أنا عندي هون الجواب موجب ستة باثنين اللي هي اتناش بشكل طبيعي جداً هنا كمان هنا واجب هنا مثلاً أكمن سالب في القسم هاي هيها القسم زي ما هي أكمن سالب فيها عندي سالب واحدة فبالتالي بما أنه عندي سالب واحدة اللي هي هاي بنزلها زي ما هي وبحق 12 تقسيم 3 اللي هي عبارة عن 4 تمام أستاذي؟ طبيعي جدا طيب نيجي هون فيه سوالب؟ ما فيه سوالب فأكيد جوابي راح يكون ماله موجب فثمانية تقسيم 2 اللي هي عبارة عن 4 لهون أستاذي فيه أي شي صحيب يعني موضوع جدا بسيط جدا سهل و جدا جدا سلس فقط ركز حل واجبك يعطيك العافية هاي الطريقة اللي رايحين نمشي عليها طول السنة انه فقط انت داك تشوفني كيف بشرح راح تلاقي انت تفهم ما فهمتش علي فيه أشياء وسائل عشان تتواصل معي فيها عشان فاهمك يعني عرفت عليك ايه؟ بتفهم بتحل واجبك يخلف عليك هذا المطلوب منك خلال السنة كلهم حصة أو حصتين رايحات ينزلوا في الأسبوع فانت ما تأجلهم ما تعمل على حالك ضغط وتراكمات الحصة صراحة تكون قصيرة مش راح تكون ثلاث ساعات وأربع ساعات زي باقي لا أستاذي نصف ساعة خمسة وثلاثين دقيقة انطارت أستاذ أربعين دقيقة فبالتالي انت هون أستاذ مستقبلك يستحق منك تضيع أربعين دقيقة في اليوم عشان تحضر حصة سواء حصتي أو حصة أستاذ آخر عرفت عليك كيف أستاذ؟ فشدوا لنا حيلكم ان شاء الله تكونوا جيل متفوق وجيل متميز بإذن الله طيب أستاذي هذا بالنسبة للإشارات أستاذي في عندي هون اشي جدا جدا مهم رايحين نستخدمه السنة شو هو يا أستاذي اللي رايحين نستخدمه مهم جدا جدا اللي هو صندوق الأصدقاء؟ شو هذا يا أستاذ صندوق الأصدقاء؟ هذا يا أستاذ عبارة عن صندوق كلهم الصحبة مع بعض كيف يعني الصحبة مع بعض؟ فمثلا لو جيت على الضرب أنا مين صاحب الضرب؟ القسمة هاي صاحبية الضرب هي القسمة وبطريقة عكسية كمان حتى القسمة يا أستاذ صاحبيتها مين؟ الضرب ومستحيل أنا أصاحب شخص بكرهني فأكيد الشخص اللي بدي أصاحبه بدي يكون صاحبي صح أو لا؟ فبالتالي أنا الضرب من صاحبها؟ القسمة حتى الجمع، مين صاحبها؟ الطرح حتى الطرح صاحبها مين؟ الجمع، صحبة طب أنا هنا في مقصد من كلمة صحبة فيه إشي إحنا بنقصده من كلمة صحبة هس شوي رحضًا أحكي لكم شو المقصد منه الجذر شو صاحبه؟ الأس هو والأس صحبة الجذر اللي بيجي شكله زي هيك الأس اللي بيجي إيش؟ هايو هذا إيش اسمه؟ أس هذا نعرف إنه إيش اسمه؟ أساس أساس وهذا إيش اسمه أس بتهمني إش تسميتي هذا التسمية تبعته ما بتهمني بس بهمني إنك تكون عارف شو هو الأس تمام أستاذ وفي عندي هون إشي اسمه إنه إنه التكامل صاحبه الاشتقاق تمام أستاذي التكامل والاشتقاق تكامل فصل ثاني اشتقاق فصل أول لكن في الفصل الثاني رايحين نستخدم صندوق الأصدقاء صندوق الأصدقاء بشكل كبير فصل أول ما رايحين نستخدمه من ناحية التكامل والاشتقاق أستاذي طيب أنا هون شو أستفيد من هذا الحكي اللي أنت حكيته يا أستاذ الموضوع كالتالي لنفرض أنا يا أستاذي كان فيه عندي سين زائد خمسة وتساوي أربعة أنا بدي سين لحالها موضوع القانون شو بدي أسوي أنا عندي زائد خمسة بدي أتخلص من الزائد خمسة شو صاحب الزائد؟ الطرح فبالتالي أنا هون زي الأسد شو باجي أسوي بحط الطرح ناقص خمسة ناقص خمسة فاكتشفنا هون يا أستاذي أنه الزائد صاحبيته إيش؟ الطرح فهدول راحوا مع بعض فشو نزلت عندي أنا؟ سين لحالها وتساوي أربعة ناقص خمسة هون المصيبة إذا أنت ما بتعرف تطرح وتجمع على القواعد اللي عتطقي إياهم يبل شوي فأنت بالتالي هون راح تغلط والسؤال كله هيته صار غلط بالتالي إحنا هون ندرك أهمية الجمع والطرح والضرب والقسمة من هذا المنظوم تمام أستاذي؟ طيب جيت أنا هون شلت هذا الحكاستي دع صفة عندي أربعة ناقص خمسة هاي أربعة ناقص خمسة إيش بدي أسوي أنا هون يا أستاذي؟ هاي أربعة هاي أربعة بدي أنقص منهم خمسة هاي الأربعة بدي أقدر أنقص منهم خمسة بيضبطش أنقص منهم خمسة صح؟ فإيش بدي أسوي أنا؟ بتطلع الإشارة شو إشارة الأربعة؟ موجب شو إشارة الخمسة؟ سالب اشارتين مختلفات صح ولا لا بما انهم اشارتين مختلفات نأخذ اشارة الرقم الاكبر شو اشارة الرقم الاكبر اللي هي السالب لانها للخمسة بعدين نطرح الكبير من الصغير هاي خمسة ناقص اربعة شو تساوي واحد اذا طلعت معاي قيمة سين من المسألة التالية تساوي واحد وصلتك امتى كيف الفكرة انهم كانوا اصدقاء هذول التين طبعا انا لو اجعي عندي جمع طرح برضو نفس المبدأ يا استاذ كيف هذا الحكي بده يصير اللي هو كالتالي نيجي هون يا استاذي نحط اللهم صلي على سيدنا محمد مثلا خمسة على او خلنحكي سين سين على اثنين وتساوي ثلاث وبيدي سين لحالها موضوع القانون لما كن بدي انا سين لحالها يعني بدي اياها موضوع ايش القانون بنحكي لها تمام استاذي بدي سين لحالها بالجي انا هون يا استاذي شو بسوي اللي بسوي كالتالي انا شو في عندي هون قسمة شو صاحب القسمة ضرب فبالتالي انا مين بدي اضرب في الرقم هذا اللي بدي اتخلص منه فبضرب هون بثنين وبضرب هون بثنين طب أستاذ عندي إليك سؤال صغير ليش بس ضربت هون بثنين ضربت هون بثنين ليش؟ لأنه في عندي إشي اسمه هون مساواية يا أستاذ شو هاي المساواة؟ عبارة عن ميزان ذو كفتين بجوز أنت ما عمرك شفته ميزان ذو كفتين هو عبارة عن ميزان يا أستاذ اللي بيستخدموها انتبع الخضرة أيام زمان في الأسواق الشعبية كنت تحط هون حديدة كيلو بالمقابلة تحط هون الخضرة فإذا صارت الخضرة تحت فبتعرف أنه أنت هون صار في عندك كيلو من الخضرة فهمت علي كيف أنت الطريقة فبالتالي إحنا القاعدة صارت عندنا إذا حطيت هون إشي فبدي أحط هون نفس المقدار من الإشي نفسه عرفت علي؟ فبالتالي أنا هون ضربت بثنين فبالتالي على الجهة الثانية إيش بدي أعمل أنا؟ بدي أرجع أضرب بثنين برضو فهمت علي كيف؟ فأنا هون شو بدي يصير عندي ثنين بدي أتروح مع الثنين عرفت علي كيف؟ ليش راحت طب حكيه يا أستاذ فهمني أنت ليش راحت؟ راحت يا أستاذ لأنه ثنين في قسم ثنين ثنين تقسيم ثنين أي رقم من قسمه على نفسه الجواب واحد واحد ضرب أي إشي بظله زي ما هو الإشي تمام أستاذ؟ كيف يعني؟ يعني ثنين تقسيم ثنين اللي هي تساوي واحد زي ما طلعه عندي هون واحد ضرب سين اللي هي شو تساوي سين عرفت علي كيف؟ واحد بثنين اثنين واحد بثلاث تلاث جدول الواحد ماذكرينه؟ طيب فصفت أنا عندي هون سين فراحت مع واحد هاي الخطوة اللي هون ما تحطها لأنها صارت عبارة عن إشي تقليدي وطبيعي جداً إلك أنك تحطه تمام؟ وتساوي ثلاثة بثنين اللي هي شو تساوي؟ ستة فقط لا غير انتهى معاي الحل واستطاك أنت فكرة أنه كيف كان القسمة صح بيت هالضرب؟ طب والعكس برضو صح أستاذ كيف يعني العكس صح أستاذي؟ يعني لو أنا جيت هون اللهم صلي على سيدنا محمد حكيت لك ثلاثة سين وتساوي تسعة وجيت أنت يا أستاذ حكيت لك أنا بدي أتخلص من الثلاث بدي سين لحالها أنا أنا بدي سين مالها لحالها فيش جنبها ولا أي إشي كيف بدي أتخلص من الثلاث؟ بدي أتخلص منها بدي أنا أعرف ثلاثة إيش سين؟ ثلاثة ضرب لما يكون الرقم زي هيك أستاذ ملزق في اللي جنبه فيش لا جمع ولا طرح؟ معناته أكيد بدي يكون في ضرب بس الضرب إحنا ما بنحطها مرات تمام أستاذي؟ فبالتالي أنا هون جيت حكيت ثلاثة سين تساوي إيش؟ تسعة فقسم هون على ثلاث قسم هون على ثلاث ليش؟ لأنه ثلاثة ضرب وعكس الضرب مين؟ القسمة صح ولا لا؟ فراحت الثلاثة مع الثلاث صفت عندي سين لحالها انتفقنا عليها قبل شوي هالي تسعة تقسيم ثلاثة قديش؟ اللي هي ثلاثة كيف نعرف أنه تسعة تقسيم ثلاثة بدي رقم أضربه بثلاثة يعطينا تسعة شو هو؟ الثلاثة تمام يا أستاذي؟ فبالتالي طلعت عندي سين وتساوي ثلاث فقط لا غير هيك أنت سويت اللي عليه وزيادة هذا بالنسبة للجمع والطريح والضرب والقسمة طيب لو جينا على موضوع الأسس موضوع الأسس يا أستاذي هون في إيش؟ في شغلة لازم نكون عرفينها طيب أستاذي خلينا نفتح حسا هون صفحة جديدة خلينا نحكي شوي عن الجدر ونحكي شوي عن اللهم صلع سيدنا محمد عن التربية والتكعيب هسا في إيش عندي هون يا أستاذي اللي هو الجدر هذا أستاذ بكونش في رقم هون ما بكون ولا في أي رقم يا أستاذي ليش ما بكونش في رقم؟ يعني بكون في عندي هون يا أستاذي رقم اثنين هذا هين بكون في رقم اثنين بس ماله مختفي مش راح تلاقيه الشكل اللي انت راح تشوفه اللي هو عبارة عن الجدر اللي انت بتعرفه الجدر ها تمام أستاذي؟ طيب في عندي شكل ثالث اللي هو الجدر إيش؟ التكعيبي اللي بيجي فيه هون ثلاث تمام يا أستاذي؟ هاضر حكيه وموره من تهية فيه طيب في عندي أسس اللي هي يا أستاذي شو يعني الأس؟ يعني مثلما أجي أحكي أنا اثنين قوة ثلاث يعني أنا بدي أمسك الثنين اللي هي موجودة هون أحطها هاي اثنين وأكررها ثلاث مرات هاي واحدة هون هاي ثنتين هاي ثلاث من وين جبت الثلاث عفوا؟ من وين جبت التكرارات اللي موجودة عندي هون يا أستاذ اللي هي اللي هي من وين جبتها أنا أستاذ التكرارات اللي موجودة عندي هون اللي هي اللهم صلي على سيدنا محمد اللي هو هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث موجود عددهم من هون اللي هي هاي إيش عبارة عن عدد عن عدد تكرار الرقم تمام يا أستاذي؟ هذ هي عدد تكرار الرقم هس القاعدة عندي هون اللي قبل شوي بدأخد عيني ليش حبيت أحكي عن هذا الحكي؟ عشان أوصلت للفكرة هان اللي هي موجودة عندي هون يا أستاذي الموضوع كالتالي عندي هون في الجذر والأس إنه هون يا أستاذ المعادلة التربيعية اللهم صل على سيدنا محمد المعادلة التربيعية هاي هي الوحيدة اللي بيزبطش عليها صندوق الأصدقاء اللي هي لما يجي عندي أنا المعادلات التربيعية الموجودة عندك في الكتاب أو أي إشي تربيعي لما يجي عندي سين تربيع أستاذ أي معادلة فيها سين تربيع إصحك تستخدم صندوق الأصدقاء ليش يا أستاذ؟ لأنه في إلها طريقة ثانية رح نستخدمها ألا وهي شجرة التحليل شجرة التحليل إن شاء الله في الحفظ القادمة نخذها بإذن الله أو اللي بعدها تمام يا أستاذ؟ فبالتالي أنا عندي سين تربيع هاي إصحك تستخدم صندوق الأصدقاء تمام يا أستاذ؟ تعتبر السين تربيع مغناطيس شو يعني مغناطيس؟ يعني الموضوع بدو يسير عندي كالتالي يا أستاذي مغناطيس يعني كالتالي لما أني آجي أحكي لك أنا يا أستاذ سين تربيع وتساوي أربعة السين تربيع ممنوع أستخدم صندوق الأصدقاء كيف؟ شو بدي أسوي فيها أنا هاي؟ معناته أنا هون بدي أسوي إنها هي مغناطيس مغناطيس يعني دائما كل الأرقام اللي موجودة عندي في الطرف هاي بدها تنتقل وين؟ عند سين تربيع طيب يفرض كانت سين تربيع هون على الجهة هاي كل الأرقام اللي على الجهة هاي تنتقل على الجهة الثانية طب هذا الحكي بالنسبة لسين تربيع طب أنا كيف ممكن أستخدم لو كان في عندي سين تكعيب بشكل طبيعي جدا سين تكعيب وتساوي مثلا ثمانية أنا كيف ممكن أستخدم صندوق الأصدقاء؟ أستاذي هاي هون لو تلاحظ اللهم صلي على سيدنا محمد كان في عندي إش اسمه إنه الجذر شو صاحبه؟ الأس نفس الإش اتفقنا إنه الأس اللهم صلي على سيدنا محمد إنه الأس شو صاحبه؟ الجذر فأنا لما جيد قبله شوية كتابة غاد سين تكعيب وتساوي ثمانية فأنا بعرف شغله إنه الأس شو صاحبه؟ الجذر فأنا بشيل الأس عن طريق الجذر من نفس الدرجة كيف هذا الحكي بدي يسير؟ بدي يسير كالتالي فأنا عندي هون جذر تكعيبي فأنا بحط أفضل عندي أس تكعيبي وبالتالي أنا كيف بشيله؟ عن طريق الجذر التكعيبي للطرفين تمام أستاذي؟ وبالتالي أنا الجذر بروح مع الأس هذا كله بروح بالصف عندي سين لحالها وتساوي جذر التكعيبي للثمانية هي عبارة عن اثنين كيف عرفت أستاذي إنه جذر التكعيبي للثمانية هو عبارة عن اثنين؟ هنا في عندي مجموعة من الأرقام والأشياء يا أستاذي اللي رايحين نستخدمها اللي هي كالتالي اللي هي كالتالي بالنسبة للجدر التربية والجدر التربية عفوا بالنسبة للتربية والتكعيب رايحين نستخدم الموضوع التالي لما يجي أحكي لك أنا واحد تربية شو الجواب أستاذ؟ واحد لما يجي أحكي لك اثنين تربية شو الجواب؟ أربعة لما يجي أحكي لك ثلاثة تربية شو الجواب؟ اللي هو تسعة لما أجأ أحكي لك أربعة تربية شو الجواب؟ ستعاش، خمسة تربية وتساوي خمسة وعشرين طبعاً بتكمل هون يا أستاذ لحديت عشرة لعرفت عليك هذول مهمات لحديت عشرة إنك تكون حفظها بالنسبة لك تكعيب لو جيت حكيت لك واحد تكعيب شو الجواب؟ واحد، لو جيت حكيت لك اثنين تكعيب شو الجواب يا أستاذي؟ ثمانية، لو جيت حكيت لك ثلاث تكعيب شو الجواب يا أستاذ؟ اللي هو عبارة عن سبعة وعشرين، أربعة تكعيب عبارة عن إيش؟ عن أربعة وستين، خمسة تكعيب هو عبارة عن مية وخمسة وعشرين هي عبارة عن خمسة بخمسة، خمسة وعشرين ضرب خمسة، مية وخمسة وعشرين طبعاً هون يا أستاذ، لوين بدك تكمل؟ فقط لحديت سبعة أكثر من سبعة مش مطلوب منك، طيب الاشي اللي بدنا نستفيده هون شو هو؟ اللي هو بدنا نعرف كيف الجذر؟ الجذر لما آجي أحكي لك أنا هون يا أستاذي جذر الواحد شو يساوي عبارة عن واحد طب من وين عرفت أنا جذر الأربعة شو يساوي هيها لحالها قديش اثنين طيب جذر التسعة شو يساوي هيها شو هي ثلاث طيب أنا جيت هون حكيت لك بدي جذر الستاش يلا لحالها كيحكي قديش مية بالمية أربعة من وين عرفت أنا يا أستاذي هيها طيب لو جيت حكيت لك أنا بدي جذر الـ 5 وإش اللي ينقدش يعني عليك مية بالمية 5 بالتالي أنا عندي هون الجواب 5 هذا ينطبق من 1 إلى 10 بالتالي أنت هون أستاذي لازم تكون حفظهم السبب عشان تكون سريع في الحل عشان ما يضيعش عليك وقت عشان ما ديجيش آخر السنة تحكي لي أستاذي أنا ضيعت عحالي وقت أستاذي الوقت ببي كفيش ما بدنا هذا الحكي فأنا فيه توابط مهمة أنا قاعد بحكي لك إياها من الأول عشان ما تتغلب خلال الفصل امشي عليها ورد علي أمورك راح تكون مية بالمية بإذن الله هذا بالنسبة للحكي للجذر التربيعي هذا إيش هو التربيعي تمام؟ نيجي نحط هين نشوف الجذر ماله التكعيبي لو جيت أنا حكيت هون يا أستاذي الجذر التكعيبي للواحد قديش؟ نفس الإشي أيها واحد الموضوع جدا بسيط أستاذي فأنا هون جيت حكيت الجذر التكعيبي لمين؟ للثمانية قديش؟ اللي هو هايها؟ اللي هي إيش؟ اثنين طب جيت حكيت لك هون الجذر التكعيبي لمين؟ للسبعة وعشرين قديش؟ أيو استنى فيك جيت حكيت لك الجذر التكعيبي للأربعة وستين قديش؟ هايها بتستنى فيك قديش؟ أربعة وجيت حكيت لك هون الجذر التكعيبي للمئة وخمسة وعشرين قديش يساوي غيها برضو ابتستنى فيه تمام أستاذ فهذه لتفقنا انه ان شاء الله لازم يكونوا حفظ يكون يعني بتكتبهم عندكين تشوف عندك على الولقة تكون أمورك مية في المية فيهم عشان تقدر تتعامل معهم بإذن الله خلال الفصل طيب اللهم صلى على سيدنا محمد نرجع هون يا أستاذي تفقنا هون على شغلة اللي هي انه الجذر صاحبه مين القس نفس المبدأ لما انه يكون فيه عندك انت هون الجذر اللهم صلى على سيدنا محمد الجذر التكعيبي للسين تساوي اللهم صلى على سيدنا محمد اثنين كيف بدك تتخلص انت من الجذر التكعيبي يا أستاذي تتخلص منه الجذر بتخلص منه عن طريق مين القس بس من نفس الدرجة فبالتالي أنا عندي هنا ثلاث فبالتالي بده حط هنا ثلاث وهون ايش فيه عندي ثلاث فبده حط هنا ثلاث فبعرف انه الجذر كامل وبالي لوح مع الثلاث بتصفي عندي السيلوتساوي اثنين، تكعيب قبل مرحبا أين شرحتكم إياها، المفروض أنتم، إنهم تكونوا أيش؟ بتحفظوها الى تساوي اثنين تكعيب الى تساوي ثمانية إذن الجواب النهائي طالع عندي سيلوتساوي ثمانية، هذا بالنسبة يا أستاذ لهايui وبالنسبة لهاي anderلالي رب، بالنسبة لهالي شو وضعها يا أستاذي؟ إن شاء الله بعد.. إن شاء الله بشهر خمسة السنة في جاي باش شرح لكم إياها؟ تمام أستاذ؟ هذا بالنسبة لصندوق الأصدقاء ما ننسى شغلة مهمة حكيت لك إياها هون كله إلا مين؟ إلا سين تربية. سين تربية دير بالك منها. دير بالك من سين تربية. هاي سين تربية حطها عندك ملاحظة. مغناطيس. تمام؟ شو يعني كمان ما بتزبط. عدى المعادلة التربية اللي هي سين تربية اللي بتحتوع سين تربية التي نستخدم فيها شجرة التحليل. إصحق سين تربيع. سين تربيع أكثر إشي بتكرر معنا في الشرح. فدير بالك من سين تربيع يا أستاذ. تمام أستاذي؟ هانا في عندك يعني بحدود الخمسين ألف واجب. طيب أستاذي بدي أحل أنا السؤال الأول مثلا السؤال الثاني من السؤال الثالث. بس بصف عندك إنتما بعد ذلك إيش أستاذي واجب؟ هون وكمان هذول أستاذي ما لهم واجب. تمام أستاذ؟ أي إشي بحكي لك هي واجبة. أستاذ بعينك الله بتخلص حستك بتحضرها بتقعد ربع ساعة بتراجع أمورك بتحل واجبك. هيك أستاذ امشي على هذا المنطلق من أول السنة لآخر السنة. هاي هي البداية الصحيحة اللي بتخليك تجيب المتين بكل سهولة بإذن الله. تمام أستاذ؟ فبالتالي أنت تبخلي شحالك بربع ساعة أو نص ساعة مستقبلك بستحق الربع ساعة أو نص ساعة أنك تضيحهم عشان تحل فيهم واجبات. طيب خلينا نيجي على السؤال الأول أول إشي اللي هو بحكي لي سين زائد خمسة بده سين موضوع القانون. يلاحظ يعني موضوع القانون أنه سين لحالها فيش جنبها ولا أي إشي ثاني. تمام؟ في عندي زائد خمسة كيف بتخلص أن الجمع صاحبها الطرح. فباجي بحطها ناقص خمسة ناقص خمسة هاي بتروح شو صفت عندي أنا سين وتساوي قديش خمسة فقط لا غير هاي بالنسبة للفكرة للنسبة للمسألة الأولى. أما بالنسبة للمسألة الثانية اللي هي عبارة عن سين تكعيب زائد ثمانية وتساوي. إيش أول إشي بدي أسوي في عندي زائد ثمانية. بدي أنقولها على الجهة الثانية كيف بنقولها على الجهة الثانية أستاذي بتكون في عندي هون. اللهم صلى على سيدنا محمد بنقول الثمانية على الجهة الثانية فبسير عبارة عن سين تكعيب. إيش أخذ زائد اللي هو ناقص ثمانية ناقص ثمانية بصف عندي الجواب إيش ناقص ثمانية. تمام أستاذي؟ هاي أنا تخلصت أول إشي من الجمع. طبعا أستاذ في صندوق الأصدقاء الترتيب مهم جدا. عرفت علي كيف يعني أنا عندي هون. اللهم صلى على سيدنا محمد. الترتيب جدا مهم. ها طب ترتيب مش هي وين رح الترتيب جدا مهم كيف يعني الترتيب جدا مهم. أول إشي من إيش نتخلص من الجمع. عرفت علي كيف هذا رقم واحد. واحد اثنين من الضرب ثلاث من مين من الأسس. هذول الأشياء جدا مهم يا أستاذي. أنا مش عارف كانوا مرتبات بطلوا مرتبات على دورك. المهم إنه هذول مهمات أستاذ إنك تتخلص منهم واحدة واحدة. أول شو بتخلص من الجمع؟ طبعا بتخلص من الجمع أو الطرح. تمام؟ يعني هون أو طرح. تمام؟ ضرب أو قسمة. الأس أو جدر. تمام؟ هذولا بالترتيب المملية أستاذة لازم أنت تكون عارفهم. طيب أستاذ نيجي هون اللهم صلى على سيدنا محمد نكمل فكرتنا. فبالتالي أنا عندي هون نلاحظ أنا حطيت ناقص ثمانية. تخلصت أول إشي من الجمع. فشي عندي ضرب. فبدا تخلص من مين؟ من التكعيب. كيف بتخلص منها إنه اللهم صلى على سيدنا محمد. بعطيها يا قلم وش بك؟ بعطيها جذر والنفس الدرجة. بتروح التكعيب مع الجذر بالصفة عندي أنا سين وتساوي قديش. السالب ثمانية السالب بطلحها بره ولا إلها خص. الثمانية شو جذرها التكعيبي؟ اللي هو عبارة عن اثنين. وبهيك أستاذي بطلع معاي حل الجواب بشكل سلس بسيط سهل ما في أي صعوبة بإذن الله. تمام؟ هون أستاذي كيف بدي أتخلص من السالب ثمانية صاحب السالب اللي هو الموجب. فباجب أحكي هون موجب خمسة موجب خمسة هاي بتروح تظل عندي سين لحالها وتساوي خمسة فقط لغير يا أستاذي. تمام لهون أستاذ طبعا حكينا هذولا الثانيات واجب بإذن الله. إن شاء الله الحصة الجاي من نوخ التوحيد المقام والأشياء الثانية. أستاذي أحاب أحكي لك كلمة هون. إحنا هيك خلصنا حصتنا. بتمنى منك يا أستاذ إنك تشد حيلك وتركز وراك أهل وراك أبو وراك أم وراك أشخاص عزيزين عليك. باستنوا إنهم يفرحوا فيك فرجاء هاي بداية السنة بلشت. شد حيلك يا أستاذ. سو اللي عليك. إنت ما إليك خصف وزارة جابت أسئلة صعبة أو سهلة. إنت فقط بتسو اللي عليك. بتبرد ذمتك اتجاه الأصدقاء والأحبة اللي حواليك واتجاه ربنا. إنك إنت سوت اللي عليك ودرسه. شد حيلكم يا أستاذي. كان معكم الأستاذ أحمد ماجي الصدقاء. الله إن شاء الله رب يوفقكم وينجحكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.